نشكر زميلنا إبراهيم اللي قدم لنا صورة الاحتفالات بالعياد المجيدة في الأردن وكنا حكينا أبونا إبراهيم قبل الانتقال للزميل إبراهيم بأهمية هذه الزيارات اللي بتتم من خلال الطرف الرسمي الأردني لليلة القدس وأيضا وجودكم في الاجتماعات اللي تمت مع جلالة الملك أهم المواضيع اللي تم طرحها خلال هذه الاجتماعات يعني الأول دايما الملك قبل عيدي الميلاد قبل عيدي القيامة شهر رمضان بيدا كل الرؤساء الكنيس علشان يعيد عليهم وعشان يكون معهم علشان يعرف أحوالنا علشان يعرف إزاي يعايشين وبالنسبة له الوجود المسيحي مهم جدا شعرنا إن هو الآن على الوجود المسيحي الآن على اللي بيصير هون كمان قال في زياراته من عام القادم زياراته الخارجية لازم يكون مهوافد من الكنيس المسيحية وكمان في عيد الميلاد هون دايما بيكون فيه ممثل في القدسة عيد الميلاد ممثل عن جلالة الملك فهذا كمان مهم جدا لإنه وجود الأردن هون مهم وجود الملك مهم وجود يعني رعايته إلنا والأماكن المقدسة هذا مهم جدا وحقيقي يعني إحنا كل رؤساء الكنيسة ما كنا هناك وطلعنا من هذا الاجتماع كلنا حسنا بارتياح حسنا أنه فعلا كنا مع أب بيهتم بينا بيهتم بكل شيء وبنتمنى أن يكون هايك وبنتمنى أن يكون الأردن هذا البلد الآمن هذا البلد المستقر هذا البلد اللي هو الضامن لكل الشيء وكل الدول اللي حوالينه إنه هو يكون فعلا يرجع كما عرفنا ما نعرف إنه هو بيمر بهذه اليومين ضرور صعبة نتمنى إنه هذه الغمامة تمر ويكون كل شيء تمام في الأردن والسلام يعمل في الأردن ويكون فعلا هذا الشعب الأردني القوي اللي احنا عرفنا وعيدنا مثل ما تحدثنا قبل قليل أبونا إبراهيم عن الدور اللي بتلعبه مصر في هذه المناسبة وأيضا الجهود اللي بيبدلها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في رعاية الأقباط في مصر وأيضا كل المؤمنين اللي موجودين في مصر رسالتك لقلهم من مدينة السلام يعني رسالتين لمصر مصر الغالية أنا مصري يعني مبعشق مصر طبعا مصر بتمنى لهم السلام من هذا المكان المقدس مصر العروبة مصر اللي احنا بنقول اللي بيصير فيها هلا واللي بيعمله الرئيس السيسي إشي عظيم جدا حقيقي أنا شخصيا بصلي لشخصه لشخص السيسي دايما لأنه إنسان عظيم إنسان عمل كتير إنسان كمان بدأ تقليد ما كانش موجود في مصر إنه هو الرئيس المصري يروح على الكنيسة في ليلة عيد الميلاد هذا كمان ما كانش موجود هو بدأه الرئيس السيسي الرئيس العظيم فهو اللي عندي محبة خاصة فدايما أنا بذكره في صلاتي إن ربنا يقوي ربنا يعطيك كوة وخلص مصر من أشياء ما حد أبدا كان ممكن يتصورها فكمان العائلة المقدسة راحت على مصر أما صار في خطر على الطفل يسوع من هون في هنا من هيرودوس الملك قال ليوسف خد الطفل وأمه وروح على مصر مصر الحامية مصر الحامية للعائلة المقدسة مصر هي اللي حامية كل العرب ومصر هي الحامية للقضية الفلسطينية وكل الشعب الفلسطيني وهذه هي مصر فكل التحية وكل الاحترام وكل الأمنيات وكل الخير وكل السعادة للشعب المصر